بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا شرح جديد على قطر الندى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له القبل يقول ابن هشام رحمه الله في أول الكتاب الكلمة قول مفرد ننبه أن الشيء قال الكلمة ولم يذكر الكلام إذن الكلام سيأتي له مكانه إن شاء الله أما الكلمة فهي قول مفرد الكلمة في اللغة الجمل المفيدة ولذلك يقولون قال امرو القيس في كلمته أي في قصيدته وسمعنا كلمة فلان أي خطبته نعم تطلق على الجمل المفيدة قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها إشارة إلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فهذه كلمات تجاوزت السبعة فسماها الله كلمة أما في اصطلاح أهل النحو هو القول المفرد القول اللفظ الدال على معنى كرجل وزيد إذن الكلمة عند النحا قول والقول لفظ وهذا اللفظ يدل على معنى زيد فرس اللفظ الصوت المجتمل على بعض الحروف هذا اللفظ الذي اجتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل كديز مقلوب زيد وقد تبين أن كل قول اللفظ ولا ينعكس إذن لما نقول قول هذا القول لا بد أن هذه الكلمة صوت وهذا الصوت مجتمل على حروف وهذا الصوت المجتمل على حروف يدل على معنى لكن كلمة اللفظ صوت مجتمل على حروف قد يدل على معنى وقد لا يدل على معنى كلمة مفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى نحو ذلك زيت كلمة زيت الزاي والياء والدال لو أفردت كل حر الزاي والياء والدال لا تدل على مجموعها الذي هو زيت بعكس ماذا بخلاف غلام زيت فهذا يسمى مركبة لماذا لأن كلمة غلام تدل على الجزء وزيت تدل على الجزء مجموعهما معنى غلام زيت إذن هذا المركب ما الفرق بين المركب وبين المفرد أن المفرد جزءه لا يدل على المعنى أما المركب جزءه يدل على المعنى لأن كلمة غلام زيت كلمة غلام معنى جزء لكلمة غلام زيت الآن اعتراف فإن قلت فلما لا اشترطت في الكلمة الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد هنا الشيخ يريد أن يبين نرجع هنا لما قال اللفظ الصوت المجتمل على بعض الحروف عكس ماذا القول اللفظ الدال على معنى فالشيخ يقول لأنهم أخذوا اللفظ جنسا للكلمة واللفظ ينقسم إلى موضوع كلمة موضوع تساوي كلمة مستعمل ومهم الكديس فلما كان الذي وضع متنا في النحو وقال الكلمة لفظ دل على معنى لأن كلمة لفظ تدل على معنى وقد لا تدل على معنى فذلك وضع كلمة وضع أي أن العرب استعملت عكس ماذا كلمة القول فإنه لا يكون إلا في المستعمل فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر أي في صنعة المنطق الآن يقول الشيخ أن هذه الكلمة اسم وفعل وحر إذن جنس الكلمة اسم وفعل وحر الدليل على وجود هذه الثلاثة ولا يوجد أكثر نقول الاستقراء ويقصدون بالاستقراء الاستقراء التام وهو حجة متفق عليها الآن نريد أن نعرف أولا الاسم لأننا قلنا اسم وفعل وحرف نريد أن نعطي علامات فأما الاسم فيعرف بألك الرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كتاء ضربت للاسم ثلاث استعمالات أو ثلاث علامات علامة من أوله وهي الألف واللم كالفرس والغلام وعلامة من آخره وهي التنوين وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد نحو زيد رجل صاهن حينئذ مسلمات طبعا في علم المطولات في النحو زيد تمكين رجل تنكير صاهن للتفرقة حينئذ نيابة عن كلمة أو جملة ومسلمات المقابلة نعم وعلامة معنوية وهي الحديث عنك قام زيد وضربت قام زيد وضربت لأن كلمة المعروف باسم الحديث عنه ويسمى في بعض المصطلحات الإسنات أي أسنتت أو تحدثت عن زيد بالقيام فدل على اسمية زيد وضربت التاء لا تقبل ولا علامة من علامات الإسم إلا الحديث عنه لأنك حدثت عن التاء بالضرب فقلت أنها ضربت وبذلك نكون انتهينا من الفصل الأول وهو تعريف الكلمة وعلامات الإسم والله أعلم